خلينا بداية نتكلم عن الرقم النهائي لعدد الزيارات للمتحف المصري الكبير واللي كانت خلال عام 2023 في التشغيل التجريبي ليه وإحنا عرفين تشغيل التجريبي ده أن مش كل الأماكن كانت مفتوحة للزيارة بالنسبة للجماهير وطبعاً زي ما حدث قلتي هو عدد ضخم جداً من خلال تشغيل تجريبي وليس تحت المتحف في أماكن محدودة جداً زي منطقة المنسلة المعلقة زي منطقة البهو العظيم ومنطقة الدرج العظيم بالإضافة إلى المنطقة التجارية التشغيل التجريبي ده ليس خلال عام 2023 ولكن هو في أيام قليلة أو شهور قليلة جداً في خلال عام 2023 حققنا الحمد لله زيارات ما يطلب من حوالي 750 ألف زائر وده بيدينا يعني مؤشر جيد جداً على أن المتحف خلال الافتتاح الرسم إن شاء الله اللي كان مستهدف أنه حقق خمسة مليون زائر سنوياً إن شاء الله حقق أكتر من خمسة مليون بإذ الله وهيكون قبلة السياحة لمصر بإذ الله دكتور عيسى من أصدقاء اللي راحوا وزاروا المتحف الكبير ونقلوا خبرتهم يعني قالوا لي أنه فكرة العرض التفاعلي كانت من أكتر الأفكار المميزة جداً واللي فعلاً بتقدم أسلوب متحفي جديد ومختلف بشكل كبير عن سابقاته من الأوروض المتحفية اللي احنا بتشوفها في المتحف المختلفة هو طبعاً هو فيه عرض تفاعلي بيخص الفرعون الزهبي ألمالك دون عن خامون من خلال هذا العرض التفاعلي بيتكلم وبيحكي عن فصول كتير جداً في حياة مصر القديمة بيبدأ الفصل الأول عن بيتكلم عن نشأة مصر إزاي النشأة مصر في العصور القديمة من خلال أول معبود أتوم وتكليها على التل الأزلي وثم بعد ذلك بيتكلم على دمال مصر ونجوم مصر المتلألئة في حتى يشرك إله الشمس الإله رع ثم بعد ذلك موضوع تاني من خلال العرض بتفاعلي بيتكلم على سحر مصر وجمال مصر بالأولاء الألوان بيعرض إزاي مصر كان الفنان المصر القديم كان مبهر وكان رائع خلال اشتخدامه للألوان من المعابد والمقابر النقوش اللي هي الجميلة جداً اللي بتخص المصري القديم ثم بعد ذلك بيتكلم عن اكتشاف مجبرة توت عنخ أمون وكل وسائل الإعلام اللي كتبت وسوط كارتر هو بيأتي عن هذا الاكتشاف إنه أعظم كشف أسري في العالم ثم هذا العرض التفاعلي بينتهي بكنوز الملك توت عنخ أمون اللي هي مميزة جداً وبيعرضها زي القناع الزهبي زي التوبيت المذهبة بالإضافة إلى 5398 قطعة بيتم عرضهم من خلال العرض التفاعلي اللي هو موجود في المتحف المصري الكبير بالإضافة طبعاً إنهنا العروض اللي هي المميزة جداً وسيناريو العرض المميز الرائع جداً للأثار اللي هي موجودة على الدرجة العظيم اللي هي موجودة في قاعات العرض الرئيسية 12 قاعة من أهم وأجمل قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير بتبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني بالإضافة إلى قاعتين ملك توت عن خامون الحمد لله العمل انتهى فيها بنسبة 99% بيتم وضع اللمسات النهائية خلاص الحمد لله قاعات عرض اللي توت عن خامون هتبهر العالم كله هيتم عرض مجموعة من الأثار المميزة جداً للفرعون الزهبي لم يراها أحد من قابل لم يراها الدارس أو الزائر بصفة عامة بمتحف مؤسسة تقافية حضرية متكاملة هيتم عرض فيها كل الأثار اللي هي بتخص الحضر المصري القديم